رحم الله الصحفية باسيون الصبيحي بشكر كل فريع للعمل الأستاذ محمود عبد الرحيم المهندس عبد الله علي الصبيحي الأستاذ محمد علي على التقرير الممتزة ودايما من ضمن أهداف برنامج هو المجتمع نحن بنحاول نحن نكون في وسطكم نحاول نحن نبرز النماذج الإيجابية في كل المجالات عشان كده معنا نموذج برضو المهندس أنس محمد صالح أهلا بيك بش مهندس أنس أهلا بحضرتك برنامجك الكريم وطبعا أستاذ صمر عبد الله الزميلة طبعا اللي شرفيتني النهارده اللي هي بعد بأننا ثلاث حلقات كده ما جاتش معنا أنا خلاص بيت معيك والحمد لله أهلا بك يا عمر وأهلا بش مهندس أنس منوارنا الله يبارك في حضرتك مهندس أنس أهلا بقى نعرف مجال شغلك ونركز بقى شوية على الشركة ونشوف إيه اللي انت بتقدمه الله يصلح لك الحال وهي شغلها طبعا شغل أولاد ومركزين شوية في موضوع تشتبط طبعا كل يعطي معظمه تشتبط ونادرا ساعة بنبدأ طبعا من الأسيات هو كان بناخد الشغل بدون تشتبط بنكمله بقى في مراحل بقى التشتبط بقى كاملة بنبدأ طبعا دك بدون تشتبط طبعا اللي هو بيكون بدون أي تشتبط فرص خرص نهيا بيكون لهيك الفقدة غير الخرصاني والمباني وفقط وإحنا بقى بنكمله لحد منوصله للنهاية التشتبط ممكن بقى بنكمله حضرتك المرحلة معانا من مراحلة تشتبط التشتبط طبعا يقسم لأكثر من مرحلة في طبعا بدايتهم من التشتبط التجاري اللي هو أدنى حاجة يعتبر هو يعتبر اسكان اجتماعي وفي بعد كده بنطلع طبعا بشركة أنسكو آه أنسكو من الشغل بشركتنا طبعا أنسكو وبعد كامل نخش طبعا لمرحلة كل واحد طبعا حسب الشغل بتاعه أو إمكانات الشغل بتاعه اللي هو عايزه فيه طبعا ببعد طبعا يا بشمانس أناس نحن عايزين نمشي مع حضرتك واحدة واحدة امت قررت شكلك سنك صوار جدا طبعا الله امت قررت وقلت أنا هقدر أعمل شركة دلوقت وإزاي بدأت لأن دي هتبقى حاجة كويسة أو الشباب ممكن يتعلموا منها قررت يعتبر من وانا عندي خمسة وعشرين سنة كهود ان انا أشتغل حالي وانت عندك خمسة وعشرين انت عندك كم سنة بقى تلاتين طب يا عم يعني من خمس سنين برضا اه من خمس سنين فقررت ان انا عازل طبعا عن الشغل للشركات العامة وكده وانا أشتغل حالي شايف ان فيه حاجات ممكن ندامها أكتر في الواحد مشتغل الواحد وكده يعني هيبدأ في الشغل اللي هو بتبقى مدير نفسك اه بتبقى كل حاجة انت سيطار نفسك ما فيش عليك سيطارة خارجية ما فيش عليك كده تقدر تبدع أكتر مع العمل تقدر تبدع أكتر اه وتطلع انتاج أحسن وأفضل بتمنى لك التوفيق دايما الله يحفظك يا فانا الله يبارك فيك ان شاء الله احنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي بتقدر توصر العميل لمرحلة كبيرة جدا من الرضا موضوع التشتبات ده مش اي حد يرضى عن اللي هو شايفه ازاي يخلي العميل راضي والله هو حضرتك العميل بناء على المستوى او درجة الشغل اللي هو عايزة تمام احنا بنجيب له يعني بنعرض عليه طبعا المستوى ده هيكلف كذا والمستوى ده هيكلف كذا كل المستويات اه المستويات اه طبعا يعني مش حضرتك مش معقولة طبعا حد يكون الماديات وضعيفة اجيب من مستوى عايز ويشاط طب مثلا سوبر ديولوكسي مثلا او ديولوكس تمام فهدية طبعا صعب نحن نشغل هنا يعني حضرتك بتقدم كل المستويات لكل فئات المجتمع طبعا كل الشرايح اه ولكن معظم ان احنا الناس اللي بتشغل هنا بيشغلوا يعني سوبر لوكس فقط لغير او لوكس تقصد في القاهرة عموما يعني لا احنا بتكلم على يعني معظم من الناس اللي بتشغل اه اه لان صعب طبعا حضرتك يعني احنا دوقت الاسعار عندنا ممكن تبدأ من 1500 جنيه اللي هو تشتيب اه يا فاضي اه ما فيش تشتيب خالص خالص بدون تشتيب يعني هو عطوب لاحمر عطوب لاحمر اه نستيله معطوب لاحمر فقط لغير بمتر ب1500 جنيه ب1500 جنيه بنوصله لحد ان احنا نوصله لشغل تجاري مسلا او نوصله لشغل لوكس اما بقى في قونن هو يوصل مثلا لصوبر ديولوكس مسلا او ديولوكس ده بيوصل حد 20.000 جنيه للمتر حضرتك لو ده حضرتك بتعمل الشغل برضه ما فيش حد طلبه مننا هنا فيش حد طلبه ما فيش حد يشتغلوا هنا طبعا انت حضرتك انت متخيل عن ايه 20.000 جنيه في المتر اه لانا العشر متر بمتين الم تمام لو عندك شقة لو عندك شقة 200 متر واسعة حلوة على يعني كويسة جدا تكلف لها 4 مليون تشتيب من الطوب الاحمر يعني انت شاريها ومجهزها وهي بطوب الاحمر عشان كده بتقدم كل المستويات اوه عشان كده بتقدم كل المستويات وكل واحد هو حسب امكانياته بقعا فيه ناس بتشتغل او معظم الناس هنا بتشتغل حاجة اسمها ايه اه سوبر لوكس سوبر لوكس ده اللي هو العام يعني المعظم الناس هنا بتشتغلوا كده طبعا فيه ناس بتشتغل لوكس برضه يعني أوليل جدا 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 اللي بتشتغل لوكس وفي ناس طبعا ونادرة جدا برضو اللي بيشغلوا دي صور للحاجات اللي حضرتك مشطبها اه ده صور تشتيف تجاري ده ده صور تشتيف تجاري ده اه تجاري تجاري احنا عايزين نعرف يعني ايه تجاري ويعني ايه تجاري ده ان انت هتسلم الشقة بتاعتك وهتحتاج بعد كده بعد فترة زمنية قصيرة جدا جدا ان انت هتعمل قعدة تصنيع للشقة بتاعتك تاني يعني الصرف بتاعك مش كويس للمية مش كويسة كهربا مش كويسة هتغير اسلاك كهربا من جديد بعد ثلاثة ثلاثة مش من كتير طب ليه اشطب تشتيف تجاري ليه بقى؟ بناءنا على حاجة المدية مدام انا هرجع تاني اوضب تاني هو بناء على حاجة المدية او ممكن يكون هو مستلم شغل تجاري اصلا او ممكن يكون مستلم من جاعة معينة انت تقصت زي ما حد بيروح يستلم في كومباوند مثلا شقة بتبقى كده تمام اللي هو نصف تشتيف يعني اللي هو حضرتك بخالف ناظرة عن كومبوند نتكلم عن دوقتي على شغل تجاري الاسكال الاجتماعي مثلا او او ما شبه هذلك ان فيه ناس بتشطب العمارة بتاعتها او بتعرض الاشياء بتاعتها للبيع وكده فاحنا بنشطب للصاحب العمارة ده بنشطب له بقى اللي هو عايزه فهو عايز يقتصد طبعا عايز يوفر والكلام من ده فهو عايز يقتصد فاحنا بنشطب له بناء على طلبه وبعد كده بقى ممكن بقى يكون الشغل نفسه مش كويس الشغل طبعا فيه حاجات مش هقولك ان هي درجة تانية لا لا ده درجة تالتة ولو فيها ربع الحمد لله لما حد بيكلم حضرتك باشمانس انس في انس كوم يقولك تعالى بقى اعمللي تشطبات من الاول انا محتاج اجدد طبعا تمام انا منظم شغلين حضرتك بنكون شغل اشتغلوا ناس قبل كده وجاين نعمل لهم ترميمات وتجديد فيه لان الشغل اصلا بيكون يعني الكهربا مثلا السلوك لدرجة رضيئة جدا 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 يعني بتسيح ما بتكملش مش بتواصل مع السباكة الصرف بتلاقي ميات تضرب في كل مكان فهو عنده يعني اهمال عنده كده في امتنة ازاي طب يعني حضرتك تقدر تقدم ايه للمشاهدين نصايح مهمة جدا قبل تشطيب شاقتك يعمل ايه من انا والله انا هو اللي حضرتك على حاجة بالنسبة للناس اللي بتستلم الشاقة بتاعتها وكده بيقى معروض ده ما حضرتك في كونباؤن د او في شغل اسكان او 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 معروضه عنده كل حاجة واه بتدل ما ياخد شاقة مش شطبة ومخالصنة شرطيب ياخدها نصتشطيب او ياخدها بدون تشطيب يعني اول نصيحة تبقى شاقة نصتشطيب اه ياخدها بدون تشطيب لا يفضل اياخدها بدون تشطيب توحضرتك بس الفرل بين التشطيب وبدون تشطيب ونص تشطيب حضرتك اللي هو بدون تشتيب ده اللي هو ما إلا الهكاة الخرصاني فقط لغير والمبنى بس الطوب الأحمر هو الطوب الأحمر هو المفروض يستلامي على الوضع ده لو استلامي على الوضع ده هو أساسها براحته هو يحط عدد مثلا البريز مفاتيح الكهرباء يحطه كل اللي هو عايز يحطه يحطه بطريقته وبالحاجة اللي تريحه هو نفسيا أما لو استلاميها مش الطبع فمش هينفع يغير أصلا فيها هيكسر هيكلف مرتين كده أنت كان عليك الفلوس في أن أنت شاريها لأنك مش الطبع وهتشتريها تاني مرة لأنك تشطبها تاني فحرم عليك أنت شاريها بدون تشتيب خلص خلص هتشطبها بطريقتك وبالنظام اللي هي رياحك تمام؟ على خلص خلص زي اللي بيجيب لوحة راس مفاضية كده ويبدأ يرسم فيها فبيبدأ فيها هي بتبقى كده التشتيبات والذكورات بتبدأ فيها فأنت عندك دوقتي مثلا التشتيب اللي هو مش الطبليك أنت مش عارف دوقتي إن كان فيها عزل مثلا الميا فيها عزل حراري فيها الميات مثلا معمولة على أعلى مستوى الصرف معمولة على مستوى عالي ولا بعد سنة ولا اتنين تلاقي تستيبات وتلاقي نفسك ضررت اللي تحتيك وضررت نفسك والرطوبة ظهرت عليك من كل مكان في المبنى بتاعك فبناء عليك المفروض باحد يستلم الشيء بتاعته بدون تشتيب والشيطب هو بطريقة اللي تريحه وبالخامات اللي تريحه ويجيب المنتج بتاعه بقى براحته يجيب الخامات بتاعته براحته أو إحنا مثلا كشركة هو دي جهة تنفيذية المصيحة التانية بقى أنه هو يختار الخامات بطريقة كويسة إما يقول للشركة تختارها له أو تختار معاه مظبوط عشان يقدر يوصل لخامة نظيفة وهي الشركات أصلا شركات الجهة التنفيذية عارفة وأضرب الخامات بطريقة عليها إن فيه خامات مثلا رضيقة وفيه خامات عالية فأنت بتختار اللي أنت عايزه طيب حضارك بقى وعدتنا إن فيه عرض خصومات لمشاهدين برنامج هو المجتمع هو المجتمع إن شاء الله يتعال هي شغل حاجة من هنا هو المجتمع فيه خصومات إن شاء الله يتعال وتوصل لعشرة في المية إن شاء الله يتعال لعشرة في المية آه لعشرة في المية كل اللي هيتصمنا حضارك ويقولك من هو المجتمع آه لاجع عن طريقة هو المجتمع تمام يعني أنت أول حد هيتصل بيك انت جاء عن طريق برنامج هو المجتمع ليه عشرة في المية خاصة ما فيش مشكلة آه مش اكتر من كده شوية مثلا. هيكون فيه دارا على الشركة نفسها كجاه اكتر من عشرة. اه هيكون فيه دارا عليها كده. هو عامل عرض جامد جدا بصراحة. طب لعدد محدد ولا? يا سيدي لاول عشرة. لاول عشرة. اه لاول عشرة. يعني اول عشرة. اه. من برنامج هو المجتمع التاصل الحراكة ياخده عرض عشرة. عشرة في المية خصومات ان شاء الله يتعالى عن نسبة شوالي. طيب. في كتير بيسأل بقى عن موضوع ان احنا ممكن. هل ان انا ممكن اشطب بالتأسيد متاح عندك في الشركة? متاح عندنا اشطيب بالتأسيد بس ده طبعا بيكون مكلف عليه. يعني بالسعر نفسه بيختلف مع التأسيد. اه بنكتب معه تعقودات وبنشطب له بالتأسيد طبعا على فترات زمنية اللي نتفق عليها وممكن قد ايه مساء? ممكن لحد خمس سنوات. لحد خمس سنوات. اه. بس الكلام ده بيرجع طبعا لاتفاق اللي هنتفق عليه. في مقدمات ما فيش مقدمات يعني هكذا. تب ايه التأمين? ايه الامان اللي انت بتأمين? هل اصلاة امانة? هل اللي بيبقى? هو بيبقى فيه تعاقد مع الشركة ومع السكن بضمان الشقة نفسها. بضمان الشقة نفسها او المبنى اللي او الفيلا بتاعته او اي حاجة هو سكن فيها. بضمان المبنى اللي هو سكن فيها. تمام. اه. ده بالنسبة اللي هو هيشتغل شغل لتأسيد. طب العمل بقى في مجال من اولاد. اه العمل ده سهل ولا صعب وفي مجاستة. كلمني اكتر عن مجال الماولاد. طبعا فيهم مجاسفة طبعا. هو بص هقول لها حضرتك على حاجة. ممكن تلاقي مقاول يعني ما عندوش خبرة وما عندوش خلفية عن المجال نفسه تمام. وبيخش بغشم في المجال الماولاد. طبيعيا هو هيخسر. اكيد هيشتغل شغل مش 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 كويس. شغل مش هيشتغل مثلا في جهة حكومية. شغل مش هيتسلم. شغل هيطرفد وهكذا. فطبيعيا هو هيخسر. تمام. والخسارة مش هايب طبعا. اكيد اصلا الواحد بيخسر في الاول. اه. فهو مش هيتعلم الا ازا كان يعني مرة على مراحل خسارة والكلام من كده. فهو طبعا الشغل فيه مجاسفات. اكيد كل شغل فيه مجاسفات. يعني حضرتك قدرت وانت عندك خمسة عشرين سنة تبدأ وتتحمل المجاسفات دي بمفردة. الحمد لله. لا انا اخسر تكتير. انا بداية شغلي كانت اه بداية شغلي كان في مدينتي طلعت مصطفا. كان اعتقد في الفين وعشرة. اه. فكان من عشر سنوات. اه من عشر سنوات اه. وفيه شغل تابعي خاص بي. والكلام ده انا شغال باطني طبعا ما اسلمش وترفض واخسورتي فيه عادي خالص الموضوع كان عادي خالص. انت بدأت من خمس سنين. انا بدأت شركة الخاصة بي. شركة الخاصة بي. اه. اه الشغلة تانية من باطن. اقول لحضرتك من باطن. فالشغلة خاصة بي يعني من خمسة سنوات. اه بدأ. طب اما خسرت بقى الا خليك كملت. ما انا اقول انا خسرت بقى وكده. والله ممكن تقول كده مش عايز اقول ان الفشل سر نجاحي. على فكرة دي حقيقة. اه. اه. اه ممكن اقول الفشل سر نجاحي في موضوع الماولات بالذات وكده. حاولت تشوف الاخطاء وتعدل منها. اه ان اعدل منها وكده ان غير رطء من الناس اللي جات شغالة معنا. بس هل كان في خطأ واضح? في اخطاء واضحة. كان في كان. في اخطاء واضحة انا. انا كنت شغال بنود ما كانش متكامل طبعا في مدينتي. وآآ كان في اخطاء واضحة طبعا فادحة فآ. ده طبعا بشرح. كان بداية عشان مجازفات وكان برضو الواحد سنو بس برضو صغير ومش متعود ففعلا كان في خسارات وكلام ده. الحمد لله. طيب ازاي بقى نوجه بقى نصيحة للشباب بقى. احنا بنتكلم بقى احنا دايما جايبين نمازج شبابية نكحة. اه 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 طبعا شرفنا ان احضركم معنا. ادي اشرف بقى. ده برضو هدف لنا ان احنا نحاول ان احنا بنجيب نمازج نكحة ونوريها للناس. اه. انت حراك تعرضت الخسارة وتعرضت ان انت حطيت نفسك صحي بشركة وده مسئولية. احنا دايما للاسف معظم الشباب حاليا بيتهرب من المسئولية. يعني بيقول لا انا اشوف وظيفة مضمونة وما اتحملش بقى الخسارة او اتحمل لنا ايه اللي ممكن يحصل لي. فاحنا عايزين بقى نواجه رسالة بقى للشباب. الله هو بالنسبة للشباب اللي المخصرش مش هيكسب. اللي مخصرش? اللي مخصرش مش هيكسب. تمام. ده في الماولات يعني. تمام. على وجه العموم اللي مخصرش مش هيكسب خلص. يفضل طبعا ان اي حد يفكر انه يخش في مجال الماولات لازم يكون مفروم في في المجال نفسه. يعني مفروم من بدايته. ايو ايو مش جاي من المجال تاني وعايز بتح شركة خاصة بيها الشغل في الماولات. مش بيسهل طبعا ان مهندس يعني عشان بس الصورة يكون واضحة. مش بيسهل ان مهندس لسه متخرج او حديث اخره. انه على طول هيشتغل في الماولات على طول تلقائه. شغلات دون يا وردي يعني. لأ طبعا لا ده هيخسر وش ما فيش جدال في الموضوع ده. لازم طبعا يتفرم الاول يشتغل في شركات. اشتغل بايدك كمان في الاول. اه. ابتتعب لحد ما توصل لدك. تمام مزبوط اه. بس لازم بنلاقي حد يكون وقف في ظهرنا. الله تعاليه طبيعا. 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 لازم يشتغل في شركة مثلا خاصة او شركات عامة. يتفرم شوية في مع الصناعية في الموقع ويزبط حاله بعد كده يفكر ان هو يشتغل في الشغل الخاص ان هو يفتح شركة او مكتب مؤولات ويبدأ به. طب من اللي هو يفضها? اللي هو يفضها اخوه. اه. لساعدك. طبعا. طبعا. انا شغل في المؤولات من قبل ما هو مهندس مدني. انا شغل في المؤولات قبل ما هو يتخرج بكتير فترة كبيرة جدا جدا. ويعتبر كنا شبكة متكاملة. ما شاء الله. انا شغل كنا شبكة متكاملة في بداية الامر. والموضوع مجازف فعاليا. الموضوع مجازف طبعا اي مهندس متخرج حديث تخرجه? تعارف انت اتكلمت في مجازفة دي اكتر من خمسين مرة كررت كلمة مجازفة. فعلا انت. هو شكله تاعم. اصلا. النجاح ما بيجيش بسهولة. اه طبعا. طبعا. النجاح بيجي بعد مشاقة وتعب ومخاولات. طبعا. وفشل وقوع ونقف على رجلنا بقى. مزبوط فعالية. احنا النصيح للشباب. ادخلوا. ولازم هتخسر. لا انا بقوله كودو تضارب الاول في انك انت تشتغل في شركات الاول. بس لو فيه دراسة جدوى محترمة بتتعامل برضو. وفيه يعني هو ممكن بقى خسارة دي بتاعة ربنا. حضرتك تقوليش خسار جدوى. احنا حضرتك دوقتي كنت داخل في شغل قبل كده فاعطاكت من من ثلاث سنوات. ودخلت في الشغل ومضت العقدات وتعاقدت مع الشغل وبعد كده الاسعار رفعت علينا اضطر من مرة. فما فيهاش حاس ما دراسة جدوى في حاجة زي كده. انت داخل مستعيتها بتفضل على العقد اللي انت ماضي. انت متعقد مع المبنى اللي انت هتشتغل وده ان كان برج او ان كان فيلا او الكلام ده. فانت مش هتجي تقولي الزبون انا دول اسعار رفعت علي انا عايز فلوس. انت متعقد وما ده عايز. انا سمعت مرة من المفروض ان احنا نعمل حساب ارتفاع الاسعار ده اعتقد يعني في خلال فترة زمنية. ما هو مش ما ان اعمل حساب ارتفاع الاسعار ان انا اتبح الزبون. ممكن انا اعمل حساب ارتفاع الاسعار مثل ان اتبح الزبون بالشكل ده. وهضيع صمرة شركتي. انسان لابعد الحدود ما شاء الله. يعني اللي هو مش بس يعني فيه انسانية معاها العميل بتقدمها ان انت بتحاول تراعي ظروفه فمش هتعلي زي ما الدنيا بتعلمه. طبعا. طبعا. ولا حضرتك على حاجة. دهوقتي فيه مثلا شغل مثلا فيه ناس بتتغاضع عن بعض الحاجات في الشغل وتقولك مش عايزها عشان ايه? عشان من باب التوفير وكده. انا بارض عليه الشغل. مثلا زي العزل مثلا. اقول لك انا مش عايز للعزل مثلا عشان الماديات معي والكلام من ده. بس انت شايفه امانة. انا شايف ان هو لو 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 اخر حاجة في الشغل غير العزل. يعني لو اخر مثلا شغل اشاي قشب واشتغلوا بعد السنة بعد فترة معاينا. مافيش مشكلة ان اشتغل شغل قشب ضعيف. ولكن الحاجات في الاساسيات هتضرك في البعض كده بعد سنة او اتنين هتضرك وهتتعب منها كتير جدا جدا. صح. مرجعش اكسر. حتى لو ما كملش التشتيب بتاعك. بس اسس شغلك صحة كويس. ابدأ بدايتك صحة في الشغل بتاعك في الشقة بتاعتك او الفيلا بتاعتك. ومش شرط انك انت تشطى باعلى حاجة. في ناس طبعا بالنسبة الموضوع التشتيبات اه بتطلب طبعا اه الديكورات ديكور معين مع شغل معين. مم. في دوقتي في ناس مسلا بتطلب بتطلب مسلا شغل كلاسيك مسلا في التشتيب او 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 الشغل مسلا اه نمط الفرنسي مسلا. حضرتك بتقدم برضو للعافش مع التشتيبات وكده لو العمين طلب. وعلى حضرتك هي شبكة متكاملة. كل حاجة معنا. بوقتي حضرتك شبكة متكاملة. بالنسبة الموضوع الديكورات اللي احنا بنعملها مع العافش نفسه الاساس دي شبكة متكاملة. لازم يكون في تناسف بين العافش والديكوره اللي انا عملينه عشان يديك النمط اللي انت عايزه. كنت عايز مسلا نمط فرنسي او نمط انجليزي. النمط اللي انت عايزه. كله ماشي مع بعض منظر جمالي كويس في النهائي. تمام تمام. اه المهم انه في الاخر خالص خالص يديك الشكل اللي عاملين انت عايزه اللي هو مريح ليكو الكلام ده. اه ففيه طبعا طبعا بالنسبة للموضوع ديكورات. كل ديكورات بتمشي مع كل المستويات. ابتداء طبعا مش تجاري لا ابتداء مسلا من التشتيب التشتيب مسلا الصوبر لوكس. اه الالترالوكس اللي حد بعد كده التشتيب الدي لوكس بعد كده اخر حاجة اللي محدش عندين هنا في البلد بيشغالها اللي هي ايه? صعبة دي لوكس. صوبر دي لوكس حضرتك بيجيب يعني يعتبر شغل اعلى مستوى في الشغل كله حتى الان اعلى مستوى في شغل كله يعني الاخشاب مسلا بيجيبوها من امريكا اه اعلى مستوىات الاخشاب كلام كبير. يعتبر الشقة او الفيلا بتكون كوكتيل من 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 الخامات من كافة الدول. بيجيب اعلى اعلى خامات في كل دول يعني الاخشاب مسلا بيجيب اعلى خامات يعني الاخشاب نفسها بتاعة شقة مسلا او فيلا تعمل لك فيلا في الشغل التجاري مسلا. يعني ايه ايهما اسهل بقى ان انت تسلم للعميل ولا لمهندس? دايما نحنا بالله مش يقول لك اخلي بالك عشان مهندس هو اللي هيستلم منه. والله فيه شركات طبعا بيجيب مكتب استشاري يستلم. فيه شغل كتير جدا ان حد بي. تب نسبة بقى لشغلك الافضل بقى ان انت بتسلم للعميل مباشرة ولا للمهندس الاستشاري اللي هو طبع الشركة اللي هو بعد مهندس الاستشاري افضل. افضل لاني بتكلم مع حد يفهم في الشغل. مش حد برا المجال خالص 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 ومش عارف اتفهمها. فهو خارج المجال مش عارف اتفهمها. او ان انا اكون ماهر في ان انا اقنعه عندي حين كاف ان اتكلم مع الزبون بتاعي ممكن بقى بالكسب او 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 واقنعه عادي مش مشكلة خالص خالص. ولكن افضل ان يكون فيه مكتب استشاري يستلم مني. حد يفهم دايه دايه. ده بيرايحك و بيرايح العميل. الله يفتح الكلام بيرايحني انا و بيرايح العميل. لو فيه خطأ اللي حاجة بقى هو المسؤول مش عارف. العميل حاطس في بطن بطيخة خصيفة ان انا بسلم مكتب استشاري بيستلم من لي يهودي وخلاص اطلع نفسه برا المدخلة. والمكتب الاستشاري انسان فهم معي وناس فهمه هقدر اسلمهم بالطريقة اللي ام عايزين او بالنمط اللي احنا متفقين عليه. طيب. الشغل بقى بالبطن بقى. دايما بيلاقي المولاد حد بيسلم لحد وحد بيسلم لحد. فتلاقي مسلا ممكن يكون الحاجة مسلا بمليون جنيه توصل لحد. ممكن توصل لحد خمس ست مراحل ان شركة بالسلم شركة بالسلم شركة كده. يعني شركة كبيرة جدا تمام. بالسلم شركة صغيرة والشركة بالدير والشغل كده وهكذا. فدي حاجة مسافزة بحد ذاتها يعني. الصناعي في الاخر خالص 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 جيله الشغل مصفي من خمس ست مراحل. كل واحد طبعا بيشيل النسبة بتاعته. فبيلاقي نفسه جاي عالحديدة يدوب داخل ابيض. فبيشغل طبعا مشغول لاي احياء خلاص. عشان كده انت دخلت بالشركة بتاعتك في الوش. تمام بدل ما اه مضبوط فعاليا اه مضبوط فعاليا اه مضبوط فعاليا بدل ما اخذ من الباطن والشركة اشياء للنسبة بتاعتها. فانا نفسي هتعب. فمنطر ان انا اه اشيل نسبتي قبل ما دي الماولين اللي ياخدوا مني وهم يبيدوا له الصناعي والكلام من ده. فبناءا عليه طبعا لازم اشيل نسبتي. اكيد اما داخل اعمل ايه? فلازم اشيل نسبة بتاعتي ان انا ليا نسبة في ربحه والكلام ده. فهحجز نسبة بتاعتي وهدي الشغل اعرض الشغل بتاعه للماولين والكلام ده. فالماولين طبعا الشغله بناء على الشغل على السعر اللي معه. لازم الصناعية يطلعوا يومياتهم ولازم الماول يطلع نسبته. فهيجهدوا نفسهم اما ان يجهدوا نفسهم في الشغلة او ان هما يطلعوا شغلة مش بجدل مطلوبة فعليا. فدي في حد ذاتها حت سلبية. ان الشغل يتنقل. لكزا حد. اه نظبوط فعلي. مهندس انس محمد صالح طبعا بشكر حقيقة جدا جدا. الله يحفزك. لا ده شرف لنا. ان شاء الله بإذن الله يتكرر اللقاء مرات تانية ان شاء الله. ان شاء الله تع عربنا يصلح الحال ان شاء الله دايما نفعل والله. اصد عمر نورتينه. نور بيك يا يا اصد عمر. نورتنا بشمانس انس. الله يحفزك يا اناس. وكنا مبسطين جدا بحوار معيك. وان شاء الله انس تكون هتبقى من اكبر الشركات الموجودة في مصر في مجال المأولات. ان شكرا لنا ان احنا نشوف دايما اعمالك اللي بتعملها ان شاء الله. الله مستعد عليكم ان شاء الله. شكرا جدا. بشكر حضراتكم جزيلا على طبعا على حسن الاستماع. وعلى امل ان شاء الله بإذن الله ان احنا في الفترة اللي جاية. هو المجتمع ان شاء الله هيكون في مكان كويس جدا. في مفاجأة يعني كبيرة ان شاء الله بإذن الله هنقول عليها في الفترة اللي جاية لبرنامج هو المجتمع. كل ده طبعا بفضل الله اولا ثم بفضل الله حضراتكم جميعا. بشكر كل اللي بيدعم برنامج هو المجتمع كفكرة. آآ بشكر كل الانتقادات اللي جات لي انتقادات معظمها ايجابية. بشكر كل اللي بيوجه لكلمة كويسة. بشكر حضراتكم جميعا. طبعا على امل ان شاء الله نحنا نلتقي بكم في حلقة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.